السلام عليكم كلنا بنعرف نعمل بسلة لكن الفترة الجاي هبدأ بفيديوهات للي بتعلموا لسه وحبيني حضروا أصناف خضار مختلفة فيديو النهاردة هيكون عن البسلة باللحمة هحضرها بطريقة الخاصة البسيطة جدا بعيدا عن أي تعقيد إذا عجبكم الفيديو ده عملوا لي لايك ولو أول مرة تشوفوا قناة تشتركوا فعلوا جرس التنبيه إذا حبيني وصليكم إشعار بأي وصفة جديدة يلا بينا نبدأ عندي هنا كيلو لحمة بتلو دي بتكون ريش بالعضم خاصة بالصواني كده زي الخضار ممكن نستخدم أي نوع لحم تاني سواء مكعبات صغيرة أو متقطعة صفيري أو ممكن كمان نستخدم لحم ضاني أو إذا حبين استخدموا ريش زي دي أنا بميليها أكتر لإنها بتكون بالعضم فبتديني نكهة مختلفة أكتر في الأكل هتبل اللحمة برشة من الملحة الملحة على عكس ما متعارف عليه بيضاف للحمة في البداية وبيفرق قوي معايا في التسوية وفي الطعم يعني مش بيأثر تماما في التسوية يا جماعة عندي هنا خلطة بهارات عبارة عن حبهان وفلفل أسود أنا بحمصهم على النار بعدين بطحنهم فبيكونوا بالكوم ده بس تخدمهم في الفراخ أو اللحمة وقت السل يعني بيدوني طعم كده قوي وحلو جدا هتبل اللحمة من الجهتين بالملح وبخلطة الحبهان والفلفل الأسود وأبدأ أدلك اللحمة كده بسيط بالطريقة دي في حالة على النار تكون سخنة كفاية هضيف معلقة صغيرة جدا من السمنة وعليها هنزل بكم فصل من المستكة أول من المستكة تدوب كده معايا هنضيف اللحمة علشان ياخد تشويحة سريعة مهم قوي أن الحالة تكون سخنة علشان تزبط تشويحة اللحمة معنا هقلب اللحمة على الجهتين ياخد لون بعدين أخرجه في طبق على جنب ودي بقى الكمية هنزل بها في الحالة كمان علشان تتشوح هضيف عليهم كمية اللحم اللي اتشوحت في البداية دلوقت هضيف عليهم بقى ورق لورة وحبهان وربع معلقة صغيرة من بزور الكرفس هي مميزة قوي في الأكل بالأخص شربة اللحمة أو الدجاج وبتديني نكهة كده غير بس هضيفه كمية بسيطة قوي يعني على الكمية الكبيرة بتاعت اللحم دي اللي هي الكيلو بنضيف ربع معلقة صغيرة من بزور الكرفس لو هنستخدم كمية اللحمة أقل فهنضيف رشة كرفس صغيرة وعندي هنا كمان مكعبات طماطم جزر بصل كرفس هنزل بيهم على اللحمة بالطريقة دي وآخر حاجة هضيف مياه سخنة بس طبعا مش كمية كبيرة قوي احنا بس يدوب هنغطي اللحم مش أكتر من كده هغطي الحلة واسيب اللحمة تندج لو بتستخدموا حل الضغط هتاخد معاكم ساعة لربع أو نص ساعة لو حلة زي دي فيها ضغط نسبي فهتحتاج معاكم بس ساعة ونص ولو حلة عادية فهتحتاج معاكم ساعتين لأن البتلو سريعة جدا في التسوية لما الشربة تبدأ في الغليان اتأكد إن مفيش أي تجمعات على الوش كده محتاجين إن احنا نتخلص منها الشربة بتاعتي صافية تماما لإن أنا شوحت اللحمة كويس فمش محتاج أشيل منها أو أصفي منها أي حاجة أفضل حرار تسوية اللحمة علشان تاخدوا شربة حلوة وطعمة أحلى تهدوا النار وتسيبوها الدن دين كده دلوقت هحضر البسلة فحل على النار هضيف معلقة صغيرة جدا من السمنة أي بصل فيها خضار بتبقى أحلى وأطعم كتير لو نسبة الدسم فيها بسيطة هنزل عليها بحبة بصل صغيرة مفرومة ودي تاني حاجة بتفرق في أطباق الخضار إن البصل ما يبقاش كتير إحنا مش بنعمل محشي يعني كل ما البصل كان قليل أو بالنسبة مصبوطة هنأكل طبق خضار بطعم أحلى البصل يدوب بس كده لونه يبقى شفاف يعني مش دهبي هضيف البسلة ده كيلو من البسلة استخدمتها مجمدة طبعا لو طازة بتبقى جميلة جدا عليها ضفت جزر قطعته مكعبات صغيرة كمية الجزر بتبقى نص كمية البسلة ممكن نقلل عن كده لكن الاتنين مع بعض بيبقى الطعم مختلف جدا أهم خطوة البسلة تتشوح كويس قوي مع الجزر والبصل على نار هادية مع التقليب يعني من 5 ل7 دقايق تقليب على نار هادية الخطوة دي هتزبط معاكم تعمل بسلة بالأخص اللي مجمدة هتتخلص من أي روايح ممكن تكون موجودة فيها هضيف عليهم 3 أكواب من عصيد الطماطم الطماطم بنفرمع في الخلاط مع كمية مية بسيطة قوي بعدين منصفيها ونستخدمها أنا عارفة إن أغلبكم أكيد عارف كل المعلومات دي لكن حاب أفكركم من الفيديو ده اللي مبتدئين فتحملوا إن أنا بشرح بالتفصيل ضفت هنا كمان اتنين معلقة كبيرة من صلصة الطماطم علشان تثبط لي اللون إذا مش حابين تضفوها عادي تستغنوا عنها لو ضفنا صلصة فطبعا لازم نضيف نص معلقة صغيرة من السكر علشان الأكلة تبقى خفيفة ما تتعبش المعدة وعندي هنا معلقة صغيرة من الملح ربع معلقة صغيرة من الكسبرة الجاثة ورشة صغيرة من الفلفل الأسود بلاش نزود فلفل الأسود قوي علشان ما يغمقش معانا لون البسلة يبقى لونها أحمر فاتح كده وجميلة هضيفهم بالشكل ده وأقلب آخر حاجة ودي اختياري بنضيف حابتين بطاطس متقطعين مكعبات صغيرة أنا ما بحبش أسبك الخضار يعني كل ما كان خفيف بالنسبة لي كان مريح أكتر وأقدر أكل منه كمية كبيرة بدون تعب أنا هسيبي البسلة تغلي مرة واحدة بس وبعدين أضيفي الشربة أنا ضفت هنا ثلاث مغارف كبيرة من الشربة وبس كده هجيب صناية بورسلين أو بيريكس أو طاجن فخار يعني أي حاجة تتحمل حارة في الفرن هاخد البسلة أنزل بيها في الصناية أو الطاجن البسلة للصناية تماما والصوص بتاعها خفيف يعني هتتقل وتكمل تسوية في الفرن قطع اللحم عندي نطجة جدا يعني مش نص تسوية حتى تكون نطجة تماما هوزعها فوق البسلة بالشكل ده واخد شوية من صوص الطماطم اللي تحت واسقي بيه اللحمة من فوق علشان تاخد لون كويس هدخلها الفرن رف أسفل حررة 180 هتاخد معاكم تقريبا ساعة أو ممكن تتابعوا تسوية البسلة لو نضجت بنفتح عليها الشواية تاخد لون من فوق في الفترة دي هحضر الرز بشعرية حل على النار فيها 3 معالق كبيرة من الزيت هنزل عليهم ب3 ربع كباية من الشعرية هقلب على النار وسط لحد ما توصل للون ده بلاش أغمق من كده علشان متغيرش لون الرز معاكم ضيفت عليهم هنا معلقة صغيرة من الزبدة وعندي هنا 2 كوب رز مصري مخسول ومنقوع ومصفة هنزل بهم على الشعرية وعليهم معلقة كبيرة من الملحة الرز ياخد تشويحة كويسة مع الشعرية كده علشان ما يعجنش بعدين نضيف عليهم المياه السخنة لكل كباية الرز ضيفت كباية من المياه السخنة لو استخدمت الرز اللي هو بيكون معبأ وبيستخدم من الكيس مباشرة بدون ناعة فاضيفه لكل كباية من الرز كباية ونصفة من المياه السخنة نغطي الحلة ونصيبها على نار عليه أول ما مستوى المياه يقل بالشكل ده يعني من استناش ان المياه كلها تجف لأ المستوى بس يقل على طولنا هدي نار هسيب الرز تقريبا 20 دقيقة أو أكتر مع المتابعة وبعدين نشوف النضج بتاعه بعدين نضف النار ونسيبه على جنب ودي البسلة بعد ما نضجت وأخدت لون من فوق اللحم كمان لونه مظبوط جدا يعني واخد لون بسيط مش محروق ودايب قوي تقدموها معروز بشعرية وصلطة يعني حاجة كده تجنن أتمنى وصفتي البسيطة والسريعة اللي مبتدئين تكون عجبتكم إذا عجبكم الفيديو ده عملولي لايك ولو أول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فعالوا جرس التنديه إذا حبيني وصليكم إشعار بأي وصفة جديدة أشوفكم على خير